موسيقى البرونكيتسيس كلمنا عنها اخذنا فكرة كده سريعة عنها ومناتكلم عن ومناتكلم عن البرونكيتسيس وقلنا ان من احنا قلنا تقريباً 50% من البرونكيتسيس بيكون سبابه البرونكيتسيس لان بتوفر الشرطين اللي انت محتاجهم علشان اللي بيشن تخشوا في الكلوسي سيركل قلنا مع الرغم behare البرونكيتسيس الشرطين مطقتين اللي بيبقى عنه SYSTIC Fibroses هذا الجيناتك ميتيشن هنا قد ايحد مشكله في جيني دعي مسئوله عن شكل يسمى م比較 سيستيك فيروز يسمى سيستيك فيروز يسمى مائ今天的 cftr فبحثة الميتيشن للجين ده بيقدي ان يبقى فيه مشكلة في البروتين المسؤول عن الترانسبورت في الإكسوكراين جلاند والسويد جلاند الإكسوكراين جلاند سواء اللي موجودة في الإيرويز أو في الجي آي يعني ده يأفكت البانكريس الليفر السينيس السلينتستين الجي آي الجينتو يوريني تراكت بسبب انه ديتك فكرة سريع عن المشكلة اللي بتحصل ان الايون دي الـ CFTR جين اللي بيحصل له إكسوكراين جلاند بيينقود في البروتين البروتين ده مسؤول عن الترانسبورت أوف ايون سواء خد بالك الترانسبورت أوف كلورايد ايون ده خد بالك انا هنا مثلا هتكلم عن إكسوكراين جلاند او هنا مثلا هتكلم الاول عن الإيرويز وكذلك الإكسوكراين جلاند هو هو نفس الميكانزم لكن عندما اتكلم مثلا في الإسواء جلاند هقول لك انهم وظفته يعني مثلا في الإيروي والإكسيكريشن انهم وظفته انهم يعمل سيكريشن لكولورايد ده بيخلي مثلا الميوقس هنا لو احنا بنكلم عن إيرويز يخلي الميوقس هنا سن في الإيرويز بقى وظفته انه يعمل ريق أبزوربشن لكولورايد او بمعنى اصح بيقلل اللوس اف كولورايد في اللسويت ولذلك منظن الحاجات اللي بيجيبها في بيدياترك اما يجيب لك تشايلد عنده سيستي في بروزيس يقولك ان الشخص ده شخص مملح شخص بالعرب كده بملح صوتي انفنت لان زيادة اللوس اف كولورايد في اللسويت ده السبب ان هو يقولك ان في صوت ان الشال ده بيكون صوتي انفنت بسبب زيادة اللوس اف كولورايد لان من الـ CFTRG زي ما وظفته انه يعمل سيكريشن للكولورايد في الإكسوكراينجلاد والإيرويز وفي الجي اي وفي البانكرياتيك ضغط وظفته انه يعمل ريق أبزوربشن ويقلل اللوس اف كولورايد وده اللي على اساسه وده اللي على اساسه عملنا الموسس بسببك داقنوزس بتسرل بيسغلونه في داقنوزس اف سيستيك فيبروزس اللي حتى بنقول عليه ان الاكروس بتاعته افضل من انت تعمل جيناتك تيستنج السويت تاست بنديله خولينومايماتيك زي اللي بنستخدمه هو البايلوكاربين دا بيزود السويت ونعمل مجر للسويت في البيشنط دا بنستخدمه في الدياقنوزس او سيستيك فيبروزس هنتكلم عنه دبقتي في الدياقنوز المهم ان البيشنط دا عنده مشكلة او ميتيشن في الجين دا سي اف تي ار جين اللي وظفته انه يعمل ترانسبورت دي الكولورايد الكولورايد دا بحصل له سيكريشن هنا مثلا بالنسبة للإيروي يسحب معاه ووتر يخلي الميوكاربين دا سن البيشنط اللي عنده بأسيستيك فيبروزس عنده مشكلة هنا في السيكريشن أو في كولورايد وبالتالي الميوكس دا في النهاية يبقى ايه سيك فيزيت ميوكس يعمل كلوكينج أبل الإيروي المفروض ان الرسبيراتري ميكوزة بتكون سيليتت فيه هنا سيليا السيليا دي لها اسكلاتري موفمينت بتعمل ترانسبورت للميوكس دا الميوكس دا المفروض عامل انتراب منتل اني فوران بادي اني فوران انتجن حتى الميكروبز بحيث انه يعمل لها اسكلاتينج موفمينت بحيث انه انت معركها تعملها إكسبالشا من خلال القوفينج لكن هنا الميوكس بقى سيك عمل كلوكينج أبل الإيرويز الميكروبز هنا بقى الميكروبز هنا بقى فيه صغوبة ان انت تعمله كليرانس في الباشنط دا الباشنط اللي عنده بسيستيك فيبروزس اما ببقوا يونج أدلت ببقى عندهم كرونيك ريكارنت لانج انفكشن كرونيك ريكارنت نيمونيا السيستيك فيبروزس دا على سبيل المسال من أشهر كيس اللي بتيك في سيب 1 جيب له كيس اف يونج أدلت عنده كرونيك ريكارنت نيمونيا وقل له ايه هو المستقومن مايكرو أرجنزم اللي ممكن اللي خلص منكم سيب 1 ويعارف إجابة السؤال اللي انا بقوله دلوقتي هيحس بشوية لخبطة أما جيب له الكيس اللي اتسألت نفس الكيس اللي انت قدت بتعود عليها في سيب 1 هتحس بلخبطة شوية في الكلام اللي موجود في سيب 2 سيكي انه لو انت بكتفاكر انه هو سيلمونس إيرجموزا لا قالك ده ايج ديبندنت انت بتكلم على تشايلد ولا أدلت الأدلت اه معلومتك اللي انت لسه فاكرها من سيب 1 سيلمونس إيرجموزا لكن للشيلدرن اللي بيش انت اللي عنده وعنده ريكارنت كرونيك نيمونيا أو كرونيك ريكارنت لانج انفكشن المستقومن في اللي وهو لسه تشايلد المستقومن مايكرو أرجنزم اللي اللي مابينيه ناخد سبيوتن بنلاقي المستقومن في اللي اللي هو اللي هو لكن أدلت معلومتك لسه ان انت واخدها من سيب 1 في المايكرو وتحليت عليها كثير هو سيلمونس إيرجموزا في الأدلت لكن في اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو المهم انه حصل وبقى البيش انت عنده ريكارنت انفكشن مستر زابورد زود لك في حكة الباسوفيسيولوجيا دي معلومة زيالة كمان انه قالك انه دلوقتي في انفكشن وبتجي الانفلاماتري سلس وبتجي النيوتروفلز ونيوتروفلز بتعمل سيكريشن لانفلاماتري ميتياتور وانفلاماتري بروتينز ده يزود كمان ده يزود السيتنس ده يزود ويزود 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 موكس او مصر زابورد زودته ويزود 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 كميوكوليتك الكلام ده بحصل في الاكسوكراين لكن في السويت مش وظفتو سيكريشن لأ وظفتو يقلل اللص والآيون في السويت ده الكلام الموجود هنا في البداية في الاتيولوجي ديكريش موكس كليرانس ديكريش العباليتي تو جيترد ويزود 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 المصر زابورد زودها لك شوي ويزود لطنز بسبب بالإنفلاميشن ويزود الكلوكينج البريزنتيشن 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 قلت لك انه متشعب في كل البرانشات اللي هنتكلم عنها البريزنتيشن يعني مثلا هنا بنتكلم فهو بعمل واحد من الميجور قوزيس هو البريزنتيشن بالنسبة للشيدرم بسبب المفروض بسبب بسبب السيسك في البريزنتيشن اللي هتحلها في البدياتريك يجب لك بسبب ثاني تتعرف عن السيسك في بروزنتيشن جاي لك خلال أول 48 ساعة خلال أول 3 ايام المفروض ان الفرست ستول بيعدي في اول خلال 48 ساعة اسمه ميكونيوم يجيلك وقولك في الكيس ان التشايد ده عنده مشكلة في انه يعمل باسنج لي الميكونيوم ديبن عليه ميكونيوم إيليس يعني حتى مصر زبورد في الجزئية بتاعت الميكونيوم إيليس ولكن التشايد اللي يجيلك بميكونيوم إيليس ده غالبا يعني بقينا بنعتبره ديابنوستيك للسيستر فيبروزيس لان كلهم تقريبا عندهم سيستر فيبروزيس نفس القصة ايه السبب بميكونيوم إيليس وان فيه failure to pass the first stool اللي اسمه الميكونيوم خلال اول 48 ساعة ويجيلي بالكيس بميكونيوم إيليس السبب نفس القصة failure to secretion of all right وبالتالي يعني حتى من ضمن الكيس اللي موجودة في اليولد قالك ان احنا بعد ما عملنا له بعد ما عملنا له ريكتان إيجزامنيشن حصل جشل ليه يعني كأن فيه مجاري تفتحت في وشها كما تيتعمل له ريكتان إيجزامنيشن للشايد داعه حتى بن عليها سين اسمها سكورد سين بسبب ان الميكونيوم هنا سك سك ميكونيوم فبقى فيه failure to pass meكونيوم خلال اول 48 ساعة ده بن عليه ميكونيوم إيليس في الانفانت وبقى قيلك بsymptoms of obstruction ويهب دوميال ديستنيشن الميكونيوم برضو الSystic fibrosis الإكسوكراينج لاندو البانكرياتيك دقت البانكرياتيك دقت في البشنط في الـ Chindern قلتلك نوه واعتبر major cause أو most common cause أو زم كمانكوز passionate بانكرياتيك ديفرشنسي ليه لأنه البانكرياتيك دقت حصل فيها نفس الكلام ده وعمل نحصل فيها Obstruction ما هو ده اللي ممكن يعملي نفس الميكالزم اللي هنأتكلم عنه في ان يجب ان يخشوا في أكيوت بانكرياتيتس وحصل اكتيفيشن للبانكرياتيك انزيم في البانكرياس وحصل اوتو دايجيشن للبانكرياس مشكلة اللي تشاهد اللي عنده سيستك في بروزيس ويجيله أكيوت بانكرياتيس عنده مشكلة جيناتك السبب هيفضل موجود فبالتالي الاكيوت بانكرياتيس عنده يبقى ريكارنت وريكارنت اكيوت بانكرياتيس ممكن يقدي بعد كده نحصل كرونيك بانكرياتيس وحصل بانكرياتيك لان مع كل ايتس مع كل انفلميشن يحصل ممكن يقدي نحصل فيبروزيس للبانكرياس اصلا التسمية دي اللي اسمها سيستك في بروزيس دي جات مين؟ التسمية دي جات اصلا اما جينا نبص على البانكرياس في الاشخاص اللي عندهم سيستك في بروزيس لان البانكرياس في الاشخاص دول بيكون سيستك انتفايبراس بسبب الريكارنت بانكرياتيس ودخلوا فيه كرونيك انسوفيشنسي كرونيك بانكرياتيك انسوفيشنسي الاطفال دول بعض الاطفال اللي حصلوهم بانكرياتيك انسوفيشنسي منسيستك في بروزيس يحتاجوا الى انهم يحتاجوا الى انزايمي ربليسمت بسبب انهم يحصلوهم باكرياتيك انسوفيشنسي الكلام ده برضو هنتكلم عنه في جاستروانترولجي بالنسبة للانجيزيز أو السيستك فيبروزيس ده بيمسر 95% من السيستك فيبروزيس لكن برضو مشارطاً هو ينغول في اللانج فقط لا ينغول كمان كسر الانجيزيز هنتكلم في البداية ركنابا من ميكونيا بالإليس هنتكلم عنه النسكوم القوز بانكرياتيك انسوفيشنسي في الشيدرن ولو في مشكلة في البانكرياتيك انسوفيشنسي في مشكلة في البانكرياتيك انسوفيشنسي اللي هي مسؤولة عن الابزوربشن افات انفات سوليبل فيتامين ولو في مشكلة في الابزوربشن افات الفات ده هينزل في الستول فيبقى عنده ستياتورية فاتي ستول وهيبقى عنده مشكلة في الابزوربشن افات سوليبل فيتامين فيتامين A والD والE والK A والD أو كده دي fat soluble vitamins قلنا ركارة أنت بانكراتيس هو ده اللي أصلا قد نحصل فيه بانكراتيكا ممكن يقدي نحصل distal intestinal obstruction بلاريس روز حدث أن غالبا أن يحصل بسبب cystic fibrosis دي لو حصلت هتبقى تحصل much later in life لأن ده غالبا علشان يحصل هيحصل بعد ما يكون حصل مع بانكراتيس ممكن وما يحصل chronic بانكراتيك انسوفيشانسي أو chronic بانكراتيس في الوقت ده ممكن يحصل distal intestinal eyelid cells ويحصل eyelid cell destruction بس غالبا eyelid cells بسبب cystic fibrosis are spared ولو حصل distal intestinal eyelid cells هتحصل later in life لغاية ده بقتي ما نخلناش لسه في الأسئلة اللي سهلت في الولد أول سؤال اللي سهل في الولد جاب لك كيس cystic fibrosis عامل مشكلة lung بصولجي ويسأل ليه cystic fibrosis يعمل infertility زي ما ممكن يعمل lung بصولجي يعمل gastro بصولجي ليه بعمل infertility في الميل بعمل infertility في الميلز بسبب انه بعمل obstructive aso spermia السبب obstructive aso spermia قل لك لأن الميلز اللي عندهم cystic fibrosis وبيكون عندهم infertility بسبب انه بحث الابستركت في aso spermia ببقى عندهم congenital absence congenital bilateral absence of the vast difference بيتولدوا عندهم congenital absence of the vast difference السبب انه عندهم congenital bilateral absence of the vast difference نفس المكان نسب اللي قلنا ما فيش اي جديد بس اللي حصل بقى هنا انه accumulation of sick mucus during fetal period ادى انه يبقى فيه مشكلة في development of the vast difference وتولدوا عندهم congenital bilateral absence of the vast difference ولهم ما حصلش development of the vast difference يعمل obstructive aso spermia يعني هيبقى مشكلة في transport of the sperm موجود تستس لكن مشكلة في transport في obstruction وعليها ما فيش sperm as o spermia a يعني no or without sperm بس المشكلة هنا obstructive مشكلة مشكلة transport of the sperm بسبب انه بيتولدوا عندهم وده اول سؤال موجود في الولد congenital bilateral absence of the vast difference ليه لان during the during the period the second mucos بيمنع أن يحصل ويكون عندهم وده سؤال موجود أو أول سؤال موجود في الولد السيبتوسكي طيب بالنسبة للفيميلز ليه يكون عندهم كمان مشكلة أو جينة يوريني تبقى عندهم والله هنا لو سألتك هتقول لي حاجة سهلة جدا أنا ممكن حتى لو أنا بفكر أن أنا أقلفها هتطلع صح أنه أنت بتقول أن الميوكس ببقى سك طب ما هو السيرفيكال ميوكس لو سك لو السيرفيكال ميوكس سك ده هيمنع ترانسبورت أوف سبير عشان يعمل فرطاليزيشان للقوفم وقول لك فعلا صح أن من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل إنفرتيلتي في الفيميل اللي عندها سيستفايبروزيس هو السك سيرفيكال ميوكس لكن برضو عندنا سبب تاني قال لك الكرونيك إنفكشن بنفس الميكانيزم اللي احنا شرحناه قال لك الكرونيك إنفكشن ده بعمل ديستيربنس أو أولتريشن للمنستر والسيكل يبقى الميل بيعندهم إنفرتيلتي أم بيعندهم إنفرتيلتي بسبب بيلاترال أبسنس أوفاؤس ديفرنس يولي فيه تالبييود وقول عليها أبسراكتف أزو سبير ميوديل الساعة اللي هيسورة في القول بالنسبة لفيميل حاجة احنا ممكن نستنتجها سيك سيرفيكال ميوكس سيك سيرفيكال ميوكس ده حيمنع ترانسبورت أوف سبيرو عشان يعمل الفيرتليزيشن لأخر الحاجة التانية إنه لإن الفيميل بيعندها سبب يخلي عندها كرونيك انفكشن على طول ده يعمل الالتوريشن للمنسر والسايكل ده ورده من ضمن الحاجات اللي ممكن تقدم يبقى فيه الفيرترتي في الفيميل ده بالنسبة الإكسوكراين جلاند مشاكل بسبب الـ CFTR موتيشن في الإكسوكراين جلاند السويت دلاند وصفتها إنها تعمل reabsorption للكلورايد من السويت يعني معنى صح بتقلل loss في كلورايد في السويت فبالتالي لو عندي مشكلة في إن أنا أعمل reabsorption للكلورايد في السويت دلاند هيحصل loss للإيون في السويت وبالتالي يحصل excessive loss of salt يتعمل salt depletion ويفقل كمية كبيرة من الفلويت بالذات during exercise في hot weather وده السبب إنه من أحد الكيس اللي شفتها في stiftos كي على sister fibrosis قال لك جاب لك كيس of sister fibrosis في child وقال لك إن هذا عنده صوتي taste of skin لأنه بيكون صوتي تيست ليه لأنه بحصل loss لكم مئة كبيرة من الصوتي والكلورايد أي في السويت وعليهم صوتي infant so taste of infant وعرفت السبب الdiagnostic test الdiagnostic test المست accurate diagnostic test for diagnosis of cystic fibrosis واللي بنعتبره more accurate حتى عن genetic testing هو السويت coluride test واستغلينا في نفس المعلومة لنشرحها من شوية على السويت gland إن أنا عدي مشكلة في إن أنا أعمل reabsorption of coluride وبي زيد loss of coluride في السويت فبني ادي T السويت في بروز أكثر أربعة هو بالنسبة لي اسم لي سواء step 1 أو step 2 ما شفتش أنا النيزل ميكوز المتنشل النيزل ممبرين المتنشل لكن سواء step 1 أو step 2 هتجاوب على سؤال diagnosis of cystic fibrosis على طول الإجابة وبالمناسبة من حاجات اللي بتسأل في step 1 السويت coluride بتستغل إنه في مشكلة في المكانزم of free absorption of coluride في السويت gland بنيديهم colinomyematic ắp القاSTAJ الكول killing بيزود اللي sw淌 انت بتدي colininomymani بتدي الت broken بيتدي اللباي Colorado time بيزود القاSTAJ الكول level في زود اللي sw淌 production وively Shout chgram sw淌 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 snow لقيت الخ reun Halo cousins mil pu 0 ده دياغنوستك للسيستيك فيبروسيس مصر زبورد قالك ان ده يعتبر بالنسبة لنا حتى مور اكريت عن الجينو طايبين ليه؟ قالك لان الموتاشن لان الموتاشن لقينا ليه اكتر او ماني ديفرنت تايبس تقدي ان يصبح موتاشن فبالنسبة لنا لو سألك عن الموست اكريت دياغنوستك تست فور سيستيك فيبروسيس الاجابة هي سويت كولورايد تست بدي كولينومايماتيك بايلوكاربين الكولينومايماتيك يزود يزود السويت بروداكشن واعمل مجر متل الكولورايد في السويت اكتر من سيكستي ميلي اكويفلان بير ليتر ده دياغنوستك للسيستيك فيبروسيس مصر زبورد قالت اذر دياغنوستك تست يعني حاجات ملهاش لازمة بس نتكلم عنها كده يمكن اللي هيبقى ليه لازمة وعليه سؤال في الورد هو حدة الاسبيوتم انو لو حملت الشيسة اكس ري او سي تي اللي بيش انت عنده سيستيك فيبروسيس مفيش حاجه ابص عليها في الاسري والسي تي اقول اه دي لما اشوفها في الاسري او الاسري اقولي البيشن دي عنده السيستيك فيبروسيس لكن في عندي ممكن اشوفها في الاسري والسي تي تبقى اصوشيتن مع السيستيك فيبروسيس منها اخر حاجه رحنا نفرن بحضر اللي فاتت انو البيشن تلي عنده السيستيك فيبروسيس متوفر ليه كل شروط ان يحصل برونكي اكتسيك ري كريتن برب تي انفكشن مع ب לשامل سي غريب ميكانيزم خاطر ب obst memang Theresa اقومي على الاسري او ابص على الحاجه اي شوف بالرونكيج أكتسيك اي شوف الجلوم احتليكتسيك ممكن اشوف طفل الانريwagen after brain بيمش نوع third لكن يمكن أن تكون أسوشيتت مع السيستر فيبروزس إنه الابجي يكون فيه هايبوكسينيا والسرسبيراتري أسيروزس أو إن البرموني فانكشن تستب المناسبة في السيستر فيبروزس بيكون مكسد ما بين الابستركتب بطن والرستركتب بطن كل دي حاجات مش هتشوف عليها أسئلة في كو شماك لأن دي كلها حاجات مهيش سبيسيفك لي السيستر فيبروزس بالنسبة للدايجنوز اللي عايزة تطرفه هو السويت كولورايت ديست بتسأل بالذات في البيدياتريك في الكيسيس أو سيستر فيبروزس في البيدياتريك اسألك هتعمله ديجنوز بإيه؟ هتقول له السويت كولورايت ديست اللي ممكن مهم شوية بالنسبة لنا وعليها فعلا سؤال في وولد وبتسأل أكتر في ستيب وان وهقولك وزي ما قلت لك من شوية إنه اللي خد ستيب وانه وعارف السؤال ده وزيق منه هيتلخبط شوية دلوقتي إنه سؤال مشهور عندنا في السيب وانه بيش انت عنده كورونيك ريكارنت نيمونيا وعنده سيستر فيبروزس إيه هو المستوكمن مايكروارجيزما ما أهم مشهور أه، أي بيش انت عنده بتعمله كورورايت ديستة أكثر من 60 ميلياكوفلنت بير ليتر إنه سؤال مشهور في السيب وان وفعلا بيسأل كمان في السيب وفي الإنفكشو الزيز يعني ده من ضمن الحاجات اللي انا جايبها لك أصلا من البيدي افكتال انفكتش والزيز انه في سؤال مشهور يجبلي كيس of recurrent chronic pneumonia في بيشنت عنده cystic fibrosis وقللي ايه هو الماكرو ارجنزم اللي هعملله isolation لو عملت البيشنت ده مثلا sputum culture وتعودنا في step 1 على طول الكيس دي حلاه وانا مغمض مضيعش وقت دي كيس of pseudomonas eriginoza هو المست كومن في بيشنت عنده cystic fibrosis وزيزة recurrent lung infection لكن المعلوم اللي زودها لك هنا في step 2 scale في الولد لكن البيشنت عنده cystic fibrosis وليه تعمل له sputum culture المست كومن مايكرو ارجنزم اللي ممكن تعملها isolation هو pseudomonas eriginoza non-typical haemophilus influenza وستاف اوريس وحاجه اسمها بوكوليجرية سيبيشيا لكن حتى لو معرفتش كل دول وعرفت بس السودومونس eriginoza والستاف اوريس وأن السودومونس eriginoza لسه معلوماتك صحة بس هي المست كومن مايكرو ارجنزم اللي بيبقى isolated في السبوتان culture في system fibrosis فين؟ ده y axis وده x axis ال x axis هنا ال H تعال شوف الكيرف بتاع السودومونس eriginoza هو المست كومن مايكرو ارجنزم اللي بيبقى isolated في system fibrosis في ال adult لكن لو قلق في الكيس infant أو young child المست كومن هو اللي استفيله كوكاس اوريس ده جرام بوستف وده جرام نيجيتف infant أو young children infant أو young children هو اللي استاف اوريس أو انت من الناس اللي عارف معلومة السودومونس eriginoza أو انت من الناس اللي عارف معلومة السودومونس eriginoza زبطها بس انه ده المست كومن مايكرو ارجنزم isolated في system fibrosis in adult عندي مايكرو ارجنزم تاني اسمه staff orias ده في children أو infant أو young children لكن adult معلومتك لسه صح السودومونس eriginoza infant أو young children المست كومن مايكرو ارجنزم بنعمله isolation the system fibrosis هو ال staff orias ده سؤال في الولد التريتمنت التريتمنت بنعمل Clear لل airway secretion القلق up airways بسبب الميوكس بنيدي بنيديهم arbitral و saline بنيدي الميوكوليتكس تقصر البروتين والدينيال الموجود في الميوكس نفس الكلام الذي قلناه في البرونكيكتس المبارح والمالو حاضر الفاتحة وفيه حاجات كثيرة من اللي قلناه في البرونكيكتس هنقولها هنا في زيستك فيبروزيس منها الشيست فيزيو سيرابي والبوسترال دينيج بنستخدمه برضو في البيشنت اللي عنده زيستك فيبروزيس الانتيبواتيك البيشنت اللي عنده زيستك فيبروزيس بسبب الريكارنت بسبب الريكارنت انفكشن اللي عنده من اكتر البيشنت اللي ممكن مع الوقت يجي لهم انفكشن بمانتي ريسستنت ميكرو ارجنزم ليه؟ وقلت لك حتى في المحاضرة فاتت هل معنى ان البيشنت اللي عنده زيستك فيبروزيس هو عنده مكانزم يخليه ان هو كل شوية بيجي له ريكارنت انفكشن هل ده بالنسبة لإنديكيشن ان انا ادي بروفلاكتك انتيبواتيك والاجابة كانت لا ملقناش اي فايدة ان انا ادي بروفلاكتك انتيبواتيك في السيستك فيبروزيس ولكن بنيدي الانتيبواتيك اما يحصل الانفكشن وبنيدي برضو روتيتين الانتيبواتيك وحتى في مصر زبورد والمعلومات برضو موجودة في كابلن انه بقولك انه عندنا حاجة اسمها ايرسوليز انتيبواتيك ايرسوليز امينوغليكوزيد ايرسوليز توبراميسن في مصر زبورد يقولك انه تعريبا اتصابه إقسلوذيوه لي اسيستي فبروزيس او البرومكيتسيد ديوه اسيستي فبروزيز من استخدم الانتيبواتيكوزيو او توبراميسن طايم او البرومكايات عنده انفكشن والكتشن نهيه بروغريسيخ اتعمل له بروغريسيخ البرومكايات يعانده انفكشن وحالته بقى بروغريسيخ هتعملوا hospitalization وتدي له أنتبايتك لمدة 2 weeks والأنتبايتك اللي هتديها لازم يكون منها 2 أنتبايتك يعملوا coverage للسودومونس وكلمنا في محاضرة الأنتي ميكروبيز عن الدرقز اللي بتعمل anti-pseudomonal coverage بالنسبة بالسلن ببراسلن انتقراسلن الأمين قليقوسات بتعمل coverage للسودومونس زي توبراميسن السيفتازيديم لازم يبقى فيه 2 drugs بتعمل coverage للسودومونس لأن احنا قلنا أنه المستقام الميكرو أرجنزم isolated في الأدل عندهم recurrent chronic lung infection هو السودومونس الهرجونوزة فالpatient اللي هو حالته بروغريسيف ومحتاج hospitalization محتاج أن تبايتك for 2 weeks ومحتاج أن يكون في الرجم ده 2 أنتبايتك تعمل coverage للسودومونس الهرجونوزة من نسبة للشدرن وحصلوهم chronic pancreatic insufficiency هتحتاجوا إلى pancreatic enzyme replacement لأن حصل pancreatic insufficiency بسبب recurrent pancreatitis مع كل آيتس مع كل inflammation حصل fibrosis للبانكراس وبقى fibrosis calcified pancreas وحصل pancreatic insufficiency ومحتاج إلى pancreatic enzyme replacement لأن هناك مشكلة دلوقتي في digestion and absorption of fat and fat soluble vitamins بالأضافة أن يحتاج إلى vitamin supplementation بال fat soluble vitamins قلنا إن مشاكل الطفل العام بسيسة في fibrosis إنه بحصل لص للكولورايد والسودس في السويت وبالتالي محتاج إلى adequate fluid replacement بالذات لو يعمل exercise فيه hot wizard لأنه بحصل لص للسودس فيه السويت وممكن يخش فيه dehydration ومحتاج إلى fluid وتاخد بالك من المعلومة دي ومحتاج إلى adequate fluid replacement لو في exercise في hot wizard من الحاجات اللي موجودة في مصر سبوط وموجودة فيه كابلا إن إحنا عندنا new drug drug ده اسمه effect 4 ولكن l-effect 4 ده كان أول ما طلع كان عليه ضجة إنه drug أخيرا طلعنا الدراج ممكن نستخدمه في cystic fibrosis بس تصدموا بعد ما طلعوا l-effect 4 ده لأنه لقوا effective فقط في 5% من الpatient اللي عندهم specific mutation CFTR وبالتالي التصديق لأنه لدي الكثير من ميتيشن تؤدي أن يحصل ميتيشن في CFTR جين وعلى هذا الأساس طلع l-effect 4 وكان فعلا بعض الpatient تتحسنه عندهم cystic fibrosis إنه زود the exhibition of this mutated gene في الpatient ولكن ما جاءنا نبص لإنحنا نتكلم في 5% من الpatient اللي عندهم specific type of mutation CFTR وبالتالي اتصدمنا من l-effect 4 بعد ما كنا متوقعين إنه هيبقى لي أو أخيراً طلع درج cystic fibrosis في بعض الpatient اللي عندهم cystic fibrosis وبالذات اللي بقى من قطر الـ recurrent infection بقى وكل شوية ياخد антиباتيك وبقى فيه resistant الانتباتيك في بعض الpatient اللي بقى حالتهم بتوصل إنه l-advanced lung disease ممكن ما عادتش بعد كده ترسبوند to any antibiotic أو any therapy ونحنا نكلمنا عنه دول والpatient دي في وصل للحالة إنه محتاج دلوقتي إلى lung transplantation and transplantation وأنا بشرح البرزنتيشن بتاع cystic fibrosis قلتلك من ضمن من ضمن المشاكل اللي بعملها cystic fibrosis إنه بعمل sinusitis بعمل recurrent rhinosinusitis نفس الميكانزم sick mucus قدرنا عندي مشكلة في clearance هو البكتيريا يسمح للبكتيريا إنها تبروفلات وتوصل وتإنذيب للسينوس وحصل recurrent rhinosinusitis السؤال 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 في الولد ان البيشنت اللي عندهم cystic fibrosis انت عرفت معلومة دلوقتي إنه عندهم risk of recurrent rhinosinusitis لإنه لو عندي مشكلة في clearance أو بكتيريا في الإيرويز حتي حصلها بروفليشن البكتيريا دي وتقدر تإنفيد السينوس وحصل لهم recurrent rhinosinusitis اللي عندهم rhinosinusitis دول عندهم نيزل ميكوزة انفليمت مع الـ recurrent نيزل ميكوزة لا الكارتيجنر سندروم دي حاجة هو cystic fibrosis حاجة بس الاتنين 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 من الحاجات اللي بزود راسكو أوبرون كيفتسيس الأول إنفرتيرتي في الميكوزة سيليا يعني برضو ميكانيزم مختلف لا ميكانيزم مختلف هو ممكن يكونه بتشبهه في الميكوزة لدكتور أيمن لكن مختلفين في الميكوزة أو اسمها كارتيجنر سندروم اسمها إمو طايل سيليا لو السيليا يمو طايل عبدالدامريكا لا تصنع ناسها فعلا تشاهده في كارتوينيسوندروم سيحصل على البكتيريا وتعامل لنج انفكشن وتعامل لنج انفكشن في الامة الانفيرتيل بسبب برضو ان السيليا لها دور في الموتيلتي برضو نشوف انفيرتيلتي نفس البرزنتيشن قريبة بس بضفرنت ميكانيزم في قزية رينو سيناسيتس السؤال 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 في الولد انه طالما انت عارف علومة بتقول انفكشن عنده ريكارنت رينو سيناسيتس بسبب ان فيه سيك ميوكس وفيه خلال البكتيريا يبدأ كل شوية بحث لها غروس وتعامل رينو سيناسيتس ريكارنت رينو سيناسيتس دابق معه انفلميشن بحث لنزل ميكوزة الانفلميشن الاشخاص اللي عندهم ريكارنت سيناسيتس دول وبحث انفلميشن لنزل ميكوزة ده بيقدي نحصل آوت كروس لنزل ميكوزة ويكون بوليب ولعليها نزل بوليب نزل بوليب دي كمان بتزود الابستركشن بتزود الابستركشن بسبب ان فيه آوت كروس دلوقتي موجود في النيزل كافتي نتيجة انحصل آوت كروس للنيزل ميكوزة وبنشوف نزل بوليب المهمة بقى السؤال بقى تسألت انه جايبلك ميشن وعنده رينو سيناسيتس وعنده نزل بوليب وقال لك ايه علاج البوليب معه والإجابه انحنا نستخدم إنترا نزل كروكوكروكوêtes يستخدم مكتب نحن نعمل Surge Care Resection للبولب لو عاملة Obstruction لكن Intra Neasel Glucocorticoid في أغلب الكيس بيبقى affected في Treatment of Neasel Polyp وبعد الكيس لو عاملة Severe Obstruction مش نافع معها جلوكو كورتوكويد ساعات بنحتاج نحن نعملها Surge Care Resection ده بالنسبة للSystic Fibrosis مولوغ مش هيخلص هنفضل في كل برانش نتكلم عن Systic Fibrosis بس يعتبر بأكثر مرة هنتكلم عنه بشكل كامل سواء The Presentation أو Diagnosis أو Treatment البلموناري هايبرتنشن البلموناري هايبرتنشن عليه أكثر من سؤال في الورد والأسئلة اللي فيه بتبقى سهلة جدا بالنسبة للبلموناري هايبرتنشن البلموناري هايبرتنشن انه بيشنت عنده بلموناري المفروض ان النورمل النورمل بريشر في البلموناري أرتي كنا كلمنا عن السوين جانس كاستر وان السوين جانس كاستر بتقدر من خلال نووف التب السوين جانس كاستر أو رايت هارت كاستر تقدر تعمل ميجرينج لبلموناري آرتري سواء السيستوليك أو الدياستوليك أنтив برمونرا هايبرتنشن ستقول ان السيستوليك برشدا أبون 골د برشدا أكثر من خمساثة او كامل ميليمتر ميركري والدياستوليك برشدا أقتر من ثمانية مليمتر ميركري السيستوليك أقتر من خمس عشرين والدياستوليك أكثر من ثمانية ميليمتر ميركري اللي يعمل برمونرا هايبرتنشن ممكن يكون تي demasiada ايديوباسيك ممكن يكون ساك کا長 قلنا دايماً برايماري برمولرا هيبرتينشان أو اليوباسي برمولرا هيبرتينشان مش عارفين ايه السبب بالزبط بس اللي نعرفه ان الاشخاص دول بيكون عندهم هايبر اكتف اللي انت بتتكلم عليه دايا دكتور يازن اللي سوان جانس كاستر في الـ ERDS احنا لسه نتكلم عن الـ ERDS و اوضع الحتة اللي انت بتتكلم عنها المهم انه الـ types of pulmonary hypertension ممكن تكون اليوباسي و ممكن تكون secondary اللي انت بتتكلم عن الـ ERDS برايماري برمولرا هيبرتينشان بيكون عنده قلناك بنقول عليه إديوباسي او برايماري يعني مش عارفين ايه السبب بالزبط اللي بيقدي شاندولي يكون عندهم برمولرا هيبرتينشان بس بنعتقد ان فيه بالمونري فاسكوليتشر بتأدي يعني الكلام اللي انا اقولولك ده بص في سيرج السيب 1 بتأدي ان يحصل اكسيسيف سيكريشن او برودكشن لحاجة اسمها اندوسيلن الاندوسيلن ده في البلمونري فاسكوليتشر بعمل بازو كونستريكشن فبقى فيه هايبر اكتف بلمونري فاسكوليتشر مع اكسيسيف برودكشن اللي حاجة اسمها اندوسيلن بتعمل بازو كونستريكشن وتعمل بلمونري هايبر تنشن سببه ايه بالظبط ما لهو السبب ايديوباسيكا برايمري والسكندري بالنسبة للقوز اللي تعمل السكندري بلمونري هايبر تنشن عندي حاجات كتير بعضها اتكلمنا عنه في المحاضرة الفاسد انه اللي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل السكندري بلمونري هايبر تنشن انه يبقى فيه ليفت هارت ديزيز لو انا عندي ليفت هارت ديزيز عندي ليفت سايد هارت فيلير على سبيل المثال قلنا انه بحصل باك برشر الباك برشر ده يزود البرشر في اما يحصل باك برشر يزود البرشر هنا في البلمونري هايبر تنشن واعمل بلمونري هايبر تنشن وده اللي كان بيقدي انه في النهاية بعد كده يحصل رايد فنتريكلر هايبر ترفي واحصل رايد فنتريكلر ديزيز فانجشن ورائد سايد هارت فالير اما كنا بنقول ليه الليفت سايد هارت فالير ممكن بعد كده نحصل رائد سايد هارت فالير كباك برشر يقدر نحصل هنا انكريز للبرشر الموجود في البلمونري هايبر تنشن ومن ضمن السكندري كوزس البلمونري هايبر تنشن هو الليفت هارت ديزيز ممكن يكون كرونيك لانج ديزيز ازاي كرونيك لانج ديزيز يعمل بلمونري هايبر تنشن لسه شرحينه في المحاضرة اللي باتت انه اي تشو اي اورجن لما بحصل فيه هايبوكسيا بحصل اكوميليشن الموتابولايت نتيجة ان الاكوميليشن ديليبري لهذا تشو ال ال يحصل هايبوكسيا الاكوميليشن اكوميليشن الموتابولايت تقدي ان يحصل باست ديليتيشن علشان يزيد البلاد فلو لهذا الهايبوكسيك تشو الا اكسبشن مهم بيستقل عليه اسئلة ستيب 1 و ستيب 2 وده اساس ان السي اوب دي والانترستيشن لانج فيبروزيس نشوف معاهم بلمونري هايبر تنشن ان الهايبوكسيا هنا بتقدي ان يحصل فاسو كونستركشن الله اشمعنا هنا يحصل فاسو كونستركشن علشان اللونج بتحاول انها مايبقاش فيه ويستد بيرفيوشن نحن نعمل شانتنج لهذا البلاد من بور بيرفيوشن لانها مايبقاش ويستد بيرفيوشن لانها مهمة لكن حاجة زي السي اوب دي حاجة زي انترستيشن لانج فيبروزيس بتعتبر كيس اف جنرالايز بصولوجي في اللونج هيكون معاها نتيجة الجنرالايز هيبوكسيا بسبب بصولوجي موجودة في اللونج سواء سي اوب دي او انترستيش اللونج في بروزيس هيكون معاها جنرالايز بصولوجي موجودة في البلموناري فسكوليتشر فتأدي في النهاية ان يحصل البلموناري هايبرتنشن فمن ضمن السيكنداري كوزيس البلموناري هايبرتنشن قلنا لفت هارت بسبب باك بريشر كرونيك لانج ديزيز سواء سيبو اوب دي او 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 اترستيش اللونج فيبروزيس او كمان شوية مني جنش رح الكرونيك ري كانت برموناري امبوليزم باكم استرسم onde ويحصل ويحصل بالموناري هايبرتنشن الكرونيك المبنونيا بسبب يكما تنفيار البرموني هايبرتنشن يکدي ان نحصل بالمة ويزود الكز Very hatch ثم او برايماري بارمونية polarized بس كم يقوم برمونر نانج فarzاتには لأن الوفيزلز في الـ pulmonarie vasculature في الوضبخ خائطة تبقى hyperactive و يحدث امكليم بالفعل عملية بالتطويران الذي يعمل على الأمر على الوضبخ الخائطات و يمجحة بتصويرا من الوضبخ الخائط والسكندري ممكن أن يكون على البرمانية حفاظة و يمكن أن يكون مساعدة للحفاظة و مع الحفاظة يمكن أن يحدث بيوميوميين بالتطويران تستطيع الوضبخ الخائطات ممكن على حسب السيفيرتي و بالمورنر هيبرتنشن يعني ممكن بيش انت عنده بالمورنر هيبرتنشن ده ممكن يكون عنده مجرد شوية ديزنية لكن في حالات من السيفير بالمورنر هيبرتنشن اللي بيش انت ممكن يجيلك بسينكوبي وشستبين فعلى حسب السيفيرتي و بالمورنر هيبرتنشن انت بتتكلم عليها في الكيس ايه اللي يخلي بالمورنر هيبرتنشن يعمل سينكوبي اللي يخلي pulmonary hypertension يعمل سينكوبي لأن الright heart دلوقتي بيكون contract against high pressure فيه هنا high resistance فبالتالي البلد اللي بوصل لللونج هيقل وبالتالي البريلود اللي بوصل لللفتوهارت هيقل وبالتالي لو أنا عندي severe pulmonary hypertension هنا وده نفس الميكانيزم اللي هشرحه كمان شوية وأنا بكلف لكن في severe pulmonary embolism في الماسف pulmonary embolism ممكن تعمل acute pulmonary hypertension وright ventricular dysfunction وتأدي نحصل sudden dis وتأدي في الماسف pulmonary embolism ممكن يحصل within hours بسبب نفس الميكانيزم ده أني أنا بقع عندي هنا high resistance بسبب pulmonary embolism أنا عاندي هنا embolus بتخلي الوقتي right heart بيcontract against high pressure وحصل right ventricular dysfunction هنا ما يقل البلود بسبب high resistance اللونغ هيقل preload اللي بوصل لأن right heart دلوقتي قلنا أن قفلة pulmonary valve قفلة هو باعتمد على pressure gradient right heart دلوقتي بيكون 3 جنس high pressure فبقى بيتأخر وبياخد وقته عبال أما يعمل ejection للبلود الموجود فيه من خلال pulmonary artery فيحصل wide fixed splitting لأن pulmonary component بقيت بسمعه متأخر بسبب أن high resistance and high pressure for pulmonary circulation طيب أما أقولك أنه بيبقى فيه loud second heart sound لأنه قلت لك أن حتت اللود والsoft دي pressure gradient أنه عندي دلوقتي pressure إيه أخباره في ride ventricle high high pressure بسبب أنه بيcontract against resistance فقفلته كأن برزع الباب زي ما بقفل الباب ممكن أسمع صوت خفيف واسمع صوت برزع هنا سبب حسب قفلتي الباب هنا لأن في high pressure في ride ventricle فرزعت الباب وهو بقفل أسمعها loud pormonary component of second heart sound diagnostic test chest x-ray والc-t دول بالنسبة لنا البست initial test chest x-ray and c-t هشوف إيه في chest x-ray أو c-t هشوف dilation للبروximal pulmonary arteries هشوف dilation في البروximal pulmonary arteries بسبب pulmonary hypertension دول البست initial لكن ما همش دول بيصدمهم في ال diognosis of pulmonary hypertension والتالك كان زمان عصر ما قبل الإيكو كان عندنا حاجة اسمع swang gans caster right heart caster right heart caster من خلال right juggler من خلال السوبيروف نكافا نمسح ده السوبيروف نكافا بتعد الكسر دي والكسر دي كان موجود في التب بتاعها transducer transducer ده ما بيعطي على cavity اول cavity يعد عليه هنا في heart right heart right atrium يوم يوم يقصلي البرشر اشوف في monitor في صورة waves اعلى حاجة في wave ده systolic pressure في ال cavity right atrium واقل حاجة ده diastolic pressure اما يقصلي من right atrium يقصلي البرشر في right ventricle في systolic و diastolic وبعد كده يعدي يروح لمين يروح اما تيجي تشخص شخص ب panmora hypertension روح هات right heart تقصر ويحمله right heart تقصر طبع انت عندك حاجة اسمها echo تقدر من خلالها تعمل diagnosis panmora hypertension لكن لو سؤال في exam هيقول لك most accurate diagnostic test هيديك most precise valuation أو most precise precise measurement pulmonary artery hypertension الإجابة طبعا هو right heart cancer swine cancer ويستدمش معناها ان انا بقولك عم تيجي تشخص بيش انتو بل pulmonary hypertension right heart caster الايكو من خلال الدوبلر الموجود في الايكو تقدر تعمل measurement pulmonary pulmonary brisha هتلاقي بالنسبة ECG علشان بس فيه كم موضوع كده هنشرحه من نهاردة هيكلم عن right access division و اغلب الكلام في right access division يعني هو قال لك هنا في ECG هشوف right access division مع right etril anti right ventril راه برت hypertrophy طبعا لو رأتلك في ECG اللي هو عمل ECG اللي بيش انتعامل بلمونة hypertension ليه ممكن اشوف right atrial hypertrophy 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 بالنسبة للموضوع مفهوم انهم في بلمونة hypertrophy لفترة زاد wall stress على atrial ventricle ويزاد البروشر في بيحاول او يأداب مع new stressor اللي هو زيادة البروشر انه بحصل له hypertrophy دي بالنسبة لنا معلومة مفهومة وهرفنا في ECG اشوف الزيفر الراية atrial في ECG والراية ventricle اعرفها ازاي المعلومة الممكن تكون بالنسبة بس جديدة وجبتوا صورة عليها علشان يبقى خلصنا كل حاجة او ما عناش هنقرأ اي كلمة في master's board او kaplan وما نبقاش فهمها او نعرف نجيبها ازاي في ECG انا مش رحتهاش مع ECG لان عمري ما شفت كيس بتسأل على ECG سواء step 1 واسألك على right او left access division بس علشان ما يبقاش في كلام موجود في kaplan او pdf او master support مش فهمينو ان المفروض ان الheart lead normal access of the heart وانا بالنسبة لليد كلها اقرب lead ل normal access of the heart هو lead 2 لكن ساعد بيحصل deviation to the left وساعد بيحصل deviation to the right اللي عمل deviation to the right الright ventricular hypertrophy اللي عمل لا sorry ده left اللي عمل deviation access deviation to the right هو right ventricular hypertrophy مهم كمان right bundle branch block يحصل right access deviation right access and left access عرفهم كيف ECG عندنا نمون كلنا عارفين وكان بتقلنا ايام القلية في حضرات PCG كان يقول right reaches and left leaves حتى انا مثلا ايام في الاصر عيني كان يقول لنا بصوا على lead 1 وال lead 3 اما بقى اشرح للناس موضوع lead 1 وال lead 3 الا اي ناس في قليتهم بيقول لهم بصوا على lead 1 وال AV سواء تبص على lead 1 وال lead 3 او lead 1 وال AV انا بس بقول لك علشان reaches و leaves دي تبص على حكتين قصاد بعض 1 و 3 لقيت وتبص على QRS لو لقيت QRS بتقابله reaches بيبصوا بعض كان بقول لنا كده بيبصوا بعض أو reaches ده R مع R the right access division لكن كان بقول لنا بقى لما تلقون مخصمين بعض ما فيه الصورة هنا left access يعني لو هي مثلا كده مخصمين بعض leaves the left access division فهنا في الصورة دي right access division نشوفه مغرية وفي X-ray نشوف widening le proximal pulmonary artery التreatment لو secondary pulmonary hypertension عالج السبق لو secondary pulmonary hypertension correct underlying goals لكن لو idiopasic يعني فيه vascular reactivity زي ما اتفقنا بس اي السبب بالضبط مش عارفين وانا عارفين ان فيه vascular reactivity ان pulmonary artery لسبب ما فيه vascular reactivity وفيه secretion الاندو الاندو سيلن اللي بيشتغل على الاندو الاندو سيلن وعمل vaso constriction الاندو الاندو اللي قاعدة بتحوم حوالين الاندو من خلال الساكن المسنجر سيكل الاندو المبي قالك الدرغز اللي بتتكلم عنها في السيستيميك هايبرتنشن زي الكلسي مشان البلوكر الدرغز اللي بتشغل على الفسكوليتشا وتعمل هايدرول وتعمل فسكوليتشا زي نيترول نيترول ازين او حتى نيترول قالك ان الدرغز دي في اديوباسيك او بمعنى اصح في البلومون ماهيش افكتف زي ما تيجي تتكلم عن الدرغز دي في السيستيميك تاني المختلف هنا في البلومون هايبرتنشن ان الدرغز اللي بتتخدمها في السيستيميك هايبرتنشن زي الكلسي مشان البلوكر الهيدرول النايترول ماهيش افكتف على البلوموني زي ما افكتف على السيستيميك فاكتف النايترول عنده اديوباسيك بلوموني هايبرتنشن يعني السبب مش عارفين ايه بالزبط بس عارفين ان فيه فاكتف طيب الرياكتف فاكتف دي ممكن ان احنا نقلل الريزيستنس نقلل الريزيستنس بطرقتين مختلفين ان اللي بعمل 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 الريزيستنس اللي هو الاندوسيلين نعمل له انهيباشن اشهر درج بسأل السب و السب حاجة اسمها بوزنتان البوزنتان الدول اندوسيلين انتاجونست بمنعه شغل الاندوسيلين على البرموري فاسكوليتشر يعني يا اما اشتغل على الاندوسيلين ومنع شغله على البرموري فاسكوليتشر او ادي بروستا سايكلين انالوج اللي بتعمل فازو ديليشن وتقلل الريزيستنس في البموري الفاسكوليتشر فلاقي درج مشهور بتسأل في السب وان و السب تو البوزنتان ده اندوسيلين انتاجونست بشتغل على الاندوسيلين ريسيبتر ومنع ان الاندوسيلين يمسك فيه ريسيبتر ويمنع او يقلل الفازو في البموري الفاسكوليتشر او انا ازود الفاسكوليتشن ان انا هقلل الريزيستنس من خلال الفاسكوليتشن من خلال بروستا سايكلين انالوجز كلها الدرج ستلاقي فيها كلمة بروست إيبو بروست تريبو بروست إليو بروست اشهرهم طبعا هو إليو بروست بس كلهم فيهم بروست بروستا سايكلين انالوجز يبقى انا هقلل هقلل الريزيستنس في البرموري في البرموري الصيغلاش من خلال هكتين الاوليوبرست او رغز بتشتغل على scyclic GMB اشتغل على scyclic GMB بمادة ان انا عارف ان scyclic GMB باشتغل على smooth muscles وبعمل فيها relaxation smooth muscle relaxation فيشتغل على scyclic GMB في smooth muscle وهمل لها relaxation يا امّة اما ان انا اشتغل على الدرج اللي بيكسر السيكليك جي امي بي ما انا عندي قصة السيكليك جي امي بي انا عندي حاجة اسمها جي تي بي بيشتغل عليها انظام اسمه جوانيليت سايكليز يجيني سايكليك جي امي بي بيشتغل على السنوس مصل وعمل لها ريلاكسيشن لكن السايكليك جي امي بي ده بتكسر بايه؟ بفوسفو داي استيريز انزيم فان اهدي فوسفو داي استيريز انزيم انهابتر زي نفس المكانزم بتاع السلدنفيل هو السلدنفيل بنستخدمه في البرمونة الهيبرتنشن والتادنفيل هؤلاء ده بتاع مستخدمتر انزيم فوسفو داي استيريز انزيم فان او 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 لمن بي دراج اسمه روسي جيت روسي جيت ده روسي جواد روسي جواد ده يعمل كسيكل جي ام بي استيميلاتر يبقى السيكل جي ام بي ده يمنح تكسيره سلد الافيل يعمل استيميلياتر استيميلاتر سيكل جي ام بي اسمه ده بالنسبة للبرمونال الهيبرتنشن. القرب البنال انه بيشنت عنده امبارد function of right ventricle. عنده right ventricular dysfunction عنده right side heart failure. بس سبب right ventricular dysfunction انه في underlying lung pathology. زي SOPD والinterstitial lung disease لسه مخلصين الميكانيزم بتاعها. generalized hypoxia, generalized vasoconstriction, pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy. right ventricular dysfunction يعمل نقول عليه core pulmonale. لما يكون السبب of right ventricular dysfunction رقم واحد lung pathology. الثانية pulmonary vasculature disorder. زي pulmonary arterial hypertension. احنا نتحدث عن high resistance, right ventricular hypertrophy, right ventricular dysfunction. core pulmonale. او obstructive sleep apnea. الا obstructive sleep apnea بيعمل pulmonary hypertension. الموضوع اللي نتحدث عنه على طول, obstructive sleep apnea. الا obstructive sleep apnea ده يعمل pulmonary hypertension. والمناسبة بيعمل كمان systemic hypertension. حتى ما نقول في مصر تقول. ولكن الا obstructive sleep apnea دي بنشوف معاها حاجات بعضها اللي غاية تازي اللحظة مش قادرين نفسر نفسر. الحاجات اللي بتحسون مع الا obstructive sleep apnea. يعني الا obstructive sleep apnea. بنشوف معاها بالنمونا hypertension. بنشوف معاها systemic hypertension. بنشوف معاها erectile dysfunction. بنشوف معاها chronic headache. بنشوف معاها just feel like hypertension. بنشوف معاها التخطير من اشخاص الا obstructive sleep apnea. بنشوف معاها عشاء الخاصة اللي عندهم obstructive sleep apnea ده ساعات بيكون resistant hypertensionチنة موكمن TDS 3 anti-hypertensive drugs. واليباش انت متحسنش. فمسر زابورد كتب ان السبب الزبط الي غاية هزين اللحظة وم عرفش بالسنا عملت عليها سيرش اكتر من مرة. الحاجة اللي وصلت ليها. او كانت common في الاobstructive sleep apnea. كانت اللي قولك ان في الاobstructive sleep apnea بيحصل بنعتقد ان هي السبب في موضوع الهايبرتنشن سواء بالموري او سيستاميك فالابستركتف سليب اثنية ممكن يؤدي برضو مع الهايبرتنشن رايد فانتريكلا ديس فانشن ده بنقعليه كور بلمنال ممكن حد تاني يقول ان الكور بلمنال هو رايد فانتريكلا ديس فانشن بس ما يكونش سبب كارديك سواء اللي هو اما كنا بنتكلم في القارديو كنا بقول ان هو اشهر سبب رايد فانتريكلا ده هارد فانشن او اما نجي نتكلم في البيدياتريق ونتكلم عن الكونجينيطال هاردزيس فحد يحب أن يقولك أن الكورب المنال هو رايد بنتيج للدسفنشن بسبب أن تصول شيء أو بمعنى أصح أنه مهوش السبب مهوش كاردياك سواء left side of heart failure أو شانط بسبب congenital heart disease المست كومن كوز أف كورب المنال هو السي أو بدي هو المست كومن كوز أف كورب المنال في اليونيت دي سيد هو السي أو بدي بجانلا كاتوز أطولك تيس geenلا كلمة أول سؤال يتأكد فيه وورد على pc عندما يتلك الاجتباه عن pc حاجات نحن قلناها بسبب Right-Sided Dysfunction أو Right-Sided Heart Failure High Juggler Venous Distinction Increased Intensity of Second Heart Sound نحن لسه إليها لم نكملها ربع ساعة أو عشر دعائي هبات وميجلي ولور لمبئ ديما نحن عارفين الكلام ده إنه لو فيه Right-Sided Heart Failure كبات براشر لسواء البورتل نشوف هبات وميجلي وسبلنومجل نشوف كمان قصايتس الكلام ده بنسبة لنا كله عارفينه المعلومة بس اللي تسهل عليها السؤال في اللي بيقولت وعايز بس أأكد عليها إنه قال لك إن البيشنط اللي عنده Right-Sided Heart Failure هنا في الكورت بيمونال لأنه بيكون معايا Right-Ventricular Hypertrophy اللي بيكون معايا Right-Ventricular Hypertrophy وأنا لو سألت من خلال الشات إيه هو الموست بستيروستركشور أو زهارد؟ إيه هو الموست بستيروستركشور أو زهارد؟ وكرم ده قلنا أبي Forget- mastratrophy طيب ايه هو المستأنتيريو ستراكشر افزهارتي مستأنتيريو ستراكشر افزهارتي فلان هنا في القربة الملال بيكون معها الhypertrophied right ventricle ساعات دورينج اجزاميناشن للاشخاص دول اللي عندهم right ventricular heave ممكن تقرأ لها اسم تعاني موجود في الاجزاميناشن بتاع تريولد ولك اسمها bar sternal heave لك دورينج بالبيشن لو حطيت ايدك نحية left of sternum left bar sternal ممكن تحس بالسيشن بالبيتد اميديتلي to the left of sternum ايه السبب ان الشخص اللي عندهم قربة الملال ممكن نسمع right ventricular heave وده تسأل عليها السؤال في الولد انه في right ventricular hypertrophy الright ventricular نحصل فيه hipertrophy والموست انتيرو ستركشور الظهار فتيجة تعمل دورينج الاجزاميناشن تحط ايدك left to the sternum left bar sternal نتيجة الright ventricular hypertrophy ممكن تحس الكونتراكشن بتاعه تحس الامبلس دورينج كنتراكشن اف هايبرتروفائي الright ventricle ديبوا نقولها لها heave يا اما لها اسمين ممكن تسمعهم يا اما right ventricular heave وده السؤال اللي سأل في الولد اوليها اسم تاني left bar sternal heave بتحصل مع right ventricular hypertrophy لانه موست انتيرو ستركشور فدورينج الاجزاميناشن لو حطيت ايدك في left bar sternal ممكن تحس الامبلس دي يجيبون عليها right ventricular heave وتسأل عليها سؤال في الولد ده بالنسبة للكور برمونالة الاوبستراكتف سليب ابنيام الاوبستراكتف سليب ابنيام مهمة عليها اخطر من سؤال في الولد دايما اللي مسأل هي سبب الاوبستراكتف سليب ابنيام مهمة لانها لانها موجودة في اكتر من مكان في الكوريكلم بتاعنا الاوبستراكتف سليب ابنيام يعني مثلا سواء في السيب وان او سيبتو بتتحط دايما في السبيراتري وفي البيهيفيرال سينز او السيكياتري الاوبستراكتف سليب ابنيام من اسمها فيه اوبستراكشن حصل للايرويز قد ان الشخص ده يصحى كل شوية اكتر من ابنورمل فنتيليشن باترن بحصل دايورينج اسليب بسبب ان فيه اوبستراكشن في اليروي الابستراكشن ده ممكن يقدي الى ان يحصل اسليب ابنيا بس احنا عندنا ازر ابنورمل باترن غير الابنيا يعني انا عندي الابنيا وعندي برضو حاجة اسمها هايبوبنيا الابنيا اني بحصل توقف تام للبريزينج لمدة عشر ثواني يقوم مخموق يحس ان روحه راحت منه اسليب ابنيا او هايبوبنيا نتيجة ان فيه اوبستراكشن اليروي بسبب ان فيه اوبستراكشن يحصل دكريز للفلو من خلال اليروي من خلال اليرويز بسبب ان في اليرويز المست كومن او السترونجست البرديسبوزينج فاكتور فور اوبستراكتب سليب ابنيا هو الابستين بس علشان تبقى معلوماتك الدقيقة لازم تكون عارف ان الابستراكتب سليب ابنيا بنقسمها لنوعين والأضاق ان بنقسمها لثلاث ارواح نوع اسمه اوبستراكتب ونوع اسمه سنترل وفيه نوع ثالث اسمه ميكسد ده ميكسي ما بين الاتنين لكن جارت العادة ان اغلب الاسئلة في كوشن بانك ستيب وان دايما تسأل على الابستراكتب سليب ابنيا تيبكال كيس شخص اوبيس غالبا ميل لان الابستراكتب سليب ابنيا مور كومن في ميلز تيبكال كيس يكلمك عن ميل اوبيس جاي سواء هو اللي بشتيكي او مراته اللي جاي تشتيكي الزهقت منه ما بيبطلش سنورنج ديورنج سليب هي دي شكوتها انه ما بيبطلش سنورنج ديورنج سليب بسبب ان فيه اوبستراكشن وهو برضو عنده شكوى انه ما بعرفش ينام بيقوم مخنوع بسبب ابنورمال فنتريشن باتر دي خليه نبدأ بقى نتكلم في شوية الحاجات اللي تخص البيهيفورال ساينس في السليب في السليب سايكل انه عندنا في السليب بنقسمه الى رم ونن رم نن رابد اي موفنت نن رابد اي موفنت بنرجى نقسمه بعد كده لستيج وان ودو سري وفور السري و الفور دول مع بعض بقى عليهم دلتا سليب او ديب سليب دول اكتر فترة بتنام فيها بعمق واللي بنبقى صعب علينا ان احنا نصحيق فيها الديب سليب من ضمن الاسرانة اللي بتساءل في البيهيفورال سنس على الاسترالة بسليب ابنية ان البيشن ده بحصله او بيقل عنده الديب سليب ما بلحقش يعاني يخدش في الديب سليب بسبب انه عنده سبب يقدي ان يحصل له ابستركشن للأيرويز الابستركشن ده بيزيد لما يكون نايم صوباين وده احد الحاجات اللي بنستخدمها في البيهيفورال سيرابي او استركتب بسليب ابنية في السيكاتريا اتعرف ان البيشن اللي عنده او عندنا حاجة اسمه بيهيفورال سيرابي من ضمن البيهيفورال سيرابي استردارها الاستركتب بسليب ابنية بينجيب كرة تنس ونلزقها في ظهره اما ببحط كرة تنس دي ونلزقها في ظهره كل ما يجي ينام صوباين يلاقي نفسه مش مسترح يتقلب وينام على جنبه ده احد طرق اللي بنستخدمها في الاستركتب بسليب ابنية يعني الابستركشن ده بيزيد مع الصوبين البيش انت اللي عنده ابستركت في سليب ابني هده تيبك الكيس ميل أوبيس ساعات يقوله في الكيس انه اللي جاي يشتكي او مراته جاي تشتكي انه عنده سنورنج دورنج سليب مش عارف اتنام منه وبالمره كمان هو بيشتكي انه هو مواش عارف ينام بسبب انه بيحصل ابنورمال فينتليشن ابنورمال فينتليشن باتر سواء ابنيا او هايبوبنيا الابنيا او الهايبوبنيا ممكن عشان نشخص الاسركت بسليب ابنيا يعني مثلا كابلا قالك بتحصل اكتر من خمستاشر مرة في الساعة تخيل بيش انت بيصحى من يوم عشر خمستاشر مرة سواء ابنورمال فينتليشن سواء ابنيا او هايبوبنيا في الساعة ده اكيد مش عارف ينام دورنج مايت وبالتالي يصحى بقى تاني يوم تعبان مش عارف ينام فيبقى فيه اكسسيف دي تايم سليبينج فكيس ميل او بيس لاو دي سنورينج مع ابنورمال فينتليشن باتر ساعات يوصل لعشرة الى خمستاشر مرة في الساعة دورنج الانت مع اكسسيف دي تايم سليبينج لانه ماستريحش ما دخلش في الديب سليب ما نامش بعمق ده كيس اوف ابستركتر في سليب ابنيا سبب الابستركشن اليرويز لانه الاشخاص الابيس ببقوا عندهم كمان فاتي نيك فاتي نيك فاتي نيك اقصد بها ايه انه ببقى عنده اكسسيف صوفت تشو في النك الاكسسيف صوفت تشو دي بتقدي انه ما يجي نام يبقى فيه يبقى فيه خلوز اليرويز فتبنى او تعدين يبقى فيه ابنورمال فنتيشن باتر فيه دورن الالسليب طيب السنترال السليب ابنيا اللي انت بتقول انه مش هتشوفه كتير في قوة شامبانك مشكلتها سنترال مشكلتها في الريسبيراتوري سنتر في المضالة بقى الستيميليشن الريسبيراتوري المسلز اللي بتيندوس الادقوات فيها مشكلة الستيميليشن ادى ان يبقى فيه فالمشكلة السنترال سنورنج دي تايم سليبنس وسعاد بيكون معاهم حاجات تانية مصر سبورد بقولك لغاية هزله حتى ما اعرفش ايه بالزبط اللي بيقدن نشوف الحاجات دي هيديك هيبرتنشن سيستاميك وبرموناري ريكتيلس فانكشن للميلز امبير ديموموري انت جانشمنت ساعة يخشوا فيه ديبريشن لكن اغلب الحاجات دي لو جيت تدور السبب بزبط هيقولك انه بحصل اوفر اكتيبيشن للسامبساتك نيرف السيسم اول كيس موجودة في الولد اول كيس موجودة في الولد بيقولك ان احنا الاستراكتو في سليب ابنيا ده ممكن ييجي الوحده او ممكن ييجي من حاجة اسمها من حاجة اسمها OHS Obesity Hypoventilation Syndrome ايه علاقة ده ده ان فيه كمان ريسك فاكتور ما بين الاثنين او حاجة مشتركة ما بين الاثنين ان الاثنين بحصلوا في الاشخاص الابيس ان الاثنين بحاجة بحاجة او حاجة ان الاثنين بحاجة ممكن تحصل الكمبيونيشن مع أوبستي هبوينتريشن سندروم والاثنين العام اللي شارك ما بينهم هو الأوبستي طيب أعرف كيف تتكلم عن أوبستركتف سليب أبنيا أوبستركتف سليب أبنيا مع الأوبستي هبوينتريشن سندروم؟ ده بعض السؤال اللي تسأل في ليه ولد لكن الأوبستركتف سليب أبنيا أوبستي هبوينتريشن سندروم فيه حاجتين بنشوفهم مع الاثنين بنشوف مع الاثنين هيبوكسيا and هيبر كابنيا السيفر اللي عنده أبستركتف سليب أبنيا فقط الموضوع ده بالنسبة لي بيكون ترانزيينت دورنج سليب إنه يجينام الموضوع بإزالة ما يجينام سوباين يحصل 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 أبنيا وهايبوبنيا أبنورمال فنتلاتري باترن يتقدي إن يخش فيه هايبوكسيا and هايبر كابنيا بس كلام ده بيكون ترانزيينت ذات ريزولف أما يصعى أما الأوبستي هايبو فنتيليشن سندروم ده شخص بيكون حتى وهو أويك وهو صاحي عنده أكسيسيف أكسيسيف سوراسيك تشو في شي ستقوله من قطر ما هو أكسيسيف سوراسيك تشو ده بيؤدي إن يكون عنده هايبوكسيا والحيبر كابنيا through continue throughout the day طيب السؤال بعد سهل زي في الولد لأن الاوبستيكتف اسليب أبنيا الهايبوكسيا والهايبر كابنيا transient فقط يورينج الاسليب فما فيش ريتنشن الكربون دا ريتنشن الكربون دا يحصل فقط يورينج الاسليب وحصله ريزولف دورينج لكن الاوبستي هايبوكسيا والحيبوكسيا بتكمل throughout the day وبالتالي عنده هايبر كابنيا طول الوقت وبالتالي عنده ريسبيراتري اسولوس وبالتالي الكيتني بتكمبنسيت بأنها تعمل ريتنشن للكاربون للبيكاربون وبالتالي لو جابلك في الكيس كيس انت شخصتها خلاصة على انها أبنيا وقبلك قالك ان البيشن دا عنده هاي بايكارب المحاولة من الكيبنيا تكمبنسيت الهايبر كابنيا اللي موجودة الهايبر كابنيا الهايبر كابنيا الهايبر كابنيا بتكون ترانزينت انكريز للبيكارب وفيه كومبانساتري متابوليك الكاليوز بالسبب ريسبيراتري اسولوس الهايبر كابنيا مع اللي جاب ديه معدي ان فيه عامل مشترك ما بينهم الابستي اللي بيخلي دي كنتينيو يکون ترجمون اللي بيخلي دي انو البلغ هايبو possibly هايبو فينتي ليشن درون اللي بيخلي عندهم هايبو فينتي لاتي هايبو فينتي لاتي اللي بيخلي دي اللي بيخلي دي اللي بيخلي دي ديجنوس الـ Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea حق اسمها Nocturnal Polysignography نقول عليها Sleep Study نجيب الشخص اللي عنده Obstructive Sleep Apnea ونعمله Nocturnal Polysignography نقول عليها Sleep Study ونعد بقى Abnormal Ventilation Event During Sleep قبل ان يقول لك اكتر من خمستاشر اللي والد قال لك من عشر خمستاشر الـ Abnormal Ventilation Event ممكن تكون Apnea ممكن تكون Hypopnea الـ Apnea complete sensation of breathing لمدة اكتر من عشر سوائن الـ Hypopnea انه نتيجة ان فيه Airway Obstruction بيقل الـ Airflow بيقل الـ Saturation of Oxygen اكتر من 4% ده اسمه Hypopnea So Apnea او Hypopnea عشر خمستاشر في المرة اكتر من المدة ساعة ده ده بنصك للـ Obstructive Sleep Apnea ما تنساش انه هيقول لك في الكيس ان فيه Day Time Simulator ما تنساش انه هيقول لك في الكيس ان ده أوبيس ما تنساش انه هيقول لك في الكيس ان الشخص ده عنده loudest noise ده كلها كيوورد في الكيس Obstructive Sleep Apnea A Treatment بالنسبة للاشخاص اللي عندهم mild to moderate Obstructive Sleep Apnea اوّل حاجة وده مهم الترتيب ده هتقول له يحاول ينزل من وزنه شوية لانه Strongest Risk Factor هو Obstructive Weight Loss الحاجة التانية حاول تأفويد any sedatives and Alcoholic وان كان avoidance of sedatives and Alcoholic كبلا كبلا حاططها من ضمن management او treatment بتاع central sleep apnea قال لك central sleep apnea مشكلة central المضالة respirator center ما هوش قادر ما عادش قادر يستميلات the ventilator drive of respiration فتأفويد أي حاجة تعمل depression لسي الناس in sedatives أو Alcoholic هو كابل انحضطها من ضمن treatment of central sleep apnea sleep apnea عموما هتقول له avoid in sedatives and Alcoholic behavior apnea بنجيب كرة تنس ونحطها في ضهره بحيث ان هو يجنب ان هو ينام صبعين وينام على جمع لا احد behavior apnea نستخدمها في السليب apnea من الحاجات برضو اللي بنستخدمها انحنا نستخدم c-pap continuous postive airway pressure نحنا نمانتين ال airway open ب c-pap continuous postive airway pressure في السيفير كاسس دمحتك سرجيري اما يوفيولو بالاتوفرينجو بلاستي او في السيفير كاسس ممكن يحتاج الى tracheostomy لكن في السيفير كاسس غالبا يحتاج الى سرجيري ده بالنسبة للobstructive السنترال قلتلك حاجة من السنترال اني avoid اي حاجة تعمل depression cns سوى sedative او الكل لكن كبلا ضيف حاجتين للسنترالسليب apnea وللأسف ما جابش ليه بنستخدمه في السنترالسليب apnea فانا دورت الغيطة بمعرفة السبب بالضبط الاسيتازولامايت والمدوكسي برجسترون الاسيتازولامايت استخدامه في السنترالسليب apnea ان انت بتستيميليت الرسفيراتوري سنتر انه تستيميليت ان يحصل رسفيريشن الاسيتازولامايت الاسيتازولامايت اللي بشتغل كالكاربونيكانهيدرس انهربتر بشتغل بلغسما كنفلوتو يقدي اني حصل لص لأخلب البيقارب في اليورن فيعمل لي متابوليك سلوزس بسبب اللص هو بيقارب في اليورن كاربونيكانهيدرس انهربتر يعني كايني بدخل بشن ده في متابوليك اسلوزس بدوز معينة مش مطلوبة مش مطلوبة بالنين المطلوب او اللي انا بحاول بس افهمه لك انا حوار بشفت اي اسئلة على اغلب الاسئلة بتسأل على بس كابلا كاتب لك الاسيتاسولامايد والمدروكسيبجرسترون مع ان افايد السيلاتيبس والالكوليس انت بتاندوس متابوليك اسلوزس على شان يحصل كومبنسيشن من الريسبيراتري سيستم او بتستيموليات الريسبيراتري سيستم بطريقة انضائرة ان انت تدخل في متابوليك اسلوزس او المدروكسيبجرسترون المدروكسيبجرسترون مدروكسيبجرسترون المدروكسيبجرسترون 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 اشتركوا في القناة موضوع مهم جدا اكتر حقا بتسعيل فيه هو كلها تقريبا عليها أسلة في الوقت تقريبا كل الأسلة التي سعلت فيه مبارد ان انت هتشخص الارض وبعد كده يبدأ بقى يسألك على الأسئلة تتخص الأسئلة التانية تسألت على بتسأل برضو على وبتجيب لك وتبدأ تسألك بقى على يبقى الأسئلة المتقسمة بتاع واسئلة على أولا ايه هو الأكوت رسبراتيو دسترس سندروم الأكوت رسبراتيو دسترس سندروم بحصل فيه أكومليشن أو ليكيج لبلادي بحصل 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 للاير او تعالى نفتتيو واحدة واحدة كده الأول المفروض ان البيولاس بتكون بتكون السيرفاق السيرفاقين ده أكيد ليه وظيفة السيرفاقين ده وظيفته ان يؤلل الوال تنشن يمنع ان يحصل بالكلابس للأول البيشنط اللي عنده أكوت رسبراتيو دسترس سندروم هيجيب لك في الكيس ان البيشنط عنده او حصل له الديفيوز لانج انجري الديفيوز لانج انجري سبابها غالبا سبابها غالبا او لانج ديزيز او سيستعاد او ممكن يكون سبابها سيستامك ديز زي مثلا سيبسس من أشهر كيس اللي بتيجي على الاكوت رسبراتيو دسترس سندروم يجب لك كيس او ممكن تكون سبابها على فكرة التروما لانج كنتوجين او تروما ممكن يجب لك كيس او دراوننج ممكن شخص اتعرض الى بيرن او بانكرياتاتس اشهر كيس بتيجي في الاكوت رسبراتيو دسترس سندروم يجب لك بيش ان تتعرض الى سبسس حصله دوقتي السيستامة تاني حاجة وعليها السؤال برضو في اللي قولت هو البانكرياتاتس بسبب انه بحصل بعد البانكرياتاتس لان بتبدأ تزيد البانكرياتيك انزيم في السيرم وبتوصل لغاية اما توصل البارموني كبيرتس بتزود البارموني كبيرتس وتبدأ يحصل واحدة واحدة اللي وصل في الأكيوت رسبات السريس سنبرومي ممكن يصل أشهر كيس تجي لك أن يحقوز في الإي THU مثلا لسيبسس أو بيشنتك لعنده ممكن تحصل أفضر دراوني ممكن تحصل أفضر بيرن ممكن تحصل أفضر شيستوروما لسبب ما حتى مصر زبور ده قالك الحاجات دي بتزود البرميابلتي البرميابلتي of pulmonary capillaries وتبدأ يحصل leakage فين في الالفيولاي bloody and proteinious fluid في الالفيولاي the accumulation of bloody and proteinious fluid in الفيولاي ده بي cancel دلوقتي السيرفاكتان دلوقتي فقط وظفته حصل loss of surfactant الوظفته ايه يقلل والتنشان ويقلل او يمنع ان يحصل collabs للالفيولاي فتكون النتيجة ايه ان يحصل collabs للالفيولاي ثاني للمرة الاخيرة غالبا بتيجي في كيس systemic disease اشهر كيس السيبسيس كيس الساعدة في الولد بنكرياتيتس ازاي بحصل او systemic disease بتخليك كابلة بتزيد البرميابلتي بصر الظبور ده قال لك اللي يبسك المهم انه بحصل increase البرميابلتي او برميابلتي او برميابلتس فحصل الليكتش اللي بلاي اندبروتونيشيس fluid في الالفيولاي ومحصل accumulation اللي بلاي اندبروتونيشيس fluid في الالفيولاي ده بيكانسل السيرفاكتب بحصل lose للفانكشن السيرفاكتب واحصل كلابس للالفيولاي السؤال اللي سأله الدكتور يازم هو اشهر سؤال بتسأله في step one على ال ERDS انه اول سطر اصلا من جول في الدايجنوز بتاع مصر سيبورد بقولك ان الشيست اكس ري او اكيوت رسفيرات للسيرس سندروم ممكن تبص على الشيست اكس ري وتلاقي فيه بالاترال انفلتريت والت لل بالاترال لانج ده يشبه ايه نعرفه يشبه البرمون الريقديمة بسبب كونجست كارت فمن ضمن الاسئلة المشهورة في ERDS في step one انه يجب له سوان جانس كاستر لو انا الشيست اكس ري القدام دي ده الويت out of too long بسبب ان فيه هنا كلابس حصل للالفيولاين وانا دلواتي مش عارف اقول هل دي ERDS ولا بسبب بسبب congestive هاي ده معناها ايه ان معلومة قبل كده على السوان جانس كسر ان المفروض انه بي ايكول ايكس اول سطر بقى موجوش مستر سبورت بقولك ان ال اكس ري of ERDS ممكن تشبه اللونج اديمه في congestive heart failure ولكن بط with normal pressure لان المشكلة او او معنى اصح لشان تقول ان ده بلمونة اديمه بسأة congestive heart failure for resistive x3 دي مسلا لو جيت اس كابلة بلمونة ولي ايكتو high ده معناه ان lift pressure high ده اللي بنشوفه في congestive heart failure اللي مهوش فهم الناس اللي محضرتش معنا card شي مشكلة خصوص شباب شي مشكلة خصوص والله عند دو ايمن بس عندك يا دكتور ايمن تالي اه اتخذ المشكلة connection عندك افكركم والناس اللي محضرتش معنا card افكرهم بس بالجزئية دي افكرهم بس بالجزئية دي احنا كنا بنقول ان write heart caster ان انا بدخل caster من write juggler سيبير كذا هيعدي هنا على write atrium بعد كده write ventricle بعد كده هيعدي على pulmonary artery pulmonary 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 artery انا اعمل inflation للبالون اما بعمل inflation للبالون المفروض انا عندي هنا lung بعد كل lung بتروح من لل lift اتري انا اما اعمل inflation للبالون هنا pulmonary capillary بقى اسمها pulmonary capillary wedge عايزها تقسل البرشر بعد ما عملت inflation للبالون اصبح بعد ما عملت inflation للبالون هنا في البريفل pulmonary capillary من lift atrium فالبرشر اللي بيقيسه الwidget pulmonary capillary اللي هي leswan gans caster pulmonary capillary widget pressure بيساوي البرشر هنا لان انا عندي static column of blood وزود blood flow بيساوي lift atrial pressure معنى انه قال لي ان البرشر في pulmonary capillary bridge high يبقى lift atrial pressure high معنى lift atrial pressure high ان انا عندي congestive heart failure وحصل back pressure lift atrium وزود البرشر في lift atrium ده لو جاء له كده في الكيس فتاعة step 1 هيقول ان ده مجمونا redeemed due to congestive heart failure لكن البيشنت اللي عنده ERTS لما يعمله swine gans caster هلاقي في normal pressure وصلت الدكتور يزم طيب اكلمنا عن الكوزيس وكلمنا عن المكانزم الذي خلاله بحث acute respiratory stress syndrome وكلمنا ازاي pancreatitis الكوزيس وكلمنا ازاي pancreatitis بعمل كcomplication للأكوت respiratory stress syndrome يزيد pancreatic enzyme فتزاود البرميميورти وبابون ريكابيلرس ويحصل لكيجلي البلادي Underpertentious Fluid in Alveoli وأحصل كلابس للالفولي أكبص على الشست ري ألاقي فيه كلابس الالفولي يبين عليها white out في الشست إكس ري علشان بس برضو الناس اللي بتذكر من الفرس ايد من المنصر زبورد هتلاقي بيقول لك في مصف الكلام كده ممكن أشوف AIR PERONCOGRAM في الشست إكس ري AIR PERONCOGRAM في الشست إكس ري المفروض نورمالي أما أجي أخذ إكس ري اللنگ بأشوف بسبب ان الالفيولاي لا تظهر سواء في جست اكس راي او في سيتي لان الالفيولاي الول بتاعها بيكون سين وول وفيلد وز اير فبتظهرني في ال اكس راي بلاك كالر لان ال اير هو اللي بيظهر لكن الول بتاعها بيكون سين وول لكن الباصفولوجر شرحناه اني بحصل للكجل ايه بحصل للكجل ايه لي بلاطي اند بروتينيشوس في الالفيولاي فحيطة ال اير برونكوغرام ان على غير الطبيعي ان ار ما شوفش الالفيولاي بسبب انها سين وول وفيلد وز اير وحوالها اير فبشوفها بلاك في الإكس ري أو الستي لأن دلوقتي بقى تفيل بروتونيشوس فلود ممكن شوف الإير برونكوغرام وشوف الألفيولاي بسبب أنه بقى موجود دلوقتي بلود تعالى بقى في الدياغنوستيست قلنا في الإكس ري هنشوف إيه وعرفنا بسبب أن حصل قلابس الألفيولاي موجودة المهمة بس عرفنا بتشوف إيه وعرفنا السؤال بتاع الستوب وان حتة السوان كان جانس كسر وحتة انه ببقى في نورمال برشور المهم نحن بنشخص الإير دي اس في الكيس إنه هيجي يكلمك عن حاجة اسمها في اي او 2 على سوري بارش البرشور اوف اوكشين لوال بي او 2 على الفراكشن اوف انس باير دي اير اوف اوكشن فراكشن اوف اوكشن ان انس باير دي اير من شخص ال اي ار دي اس أما تكون الراشو دي أقل من تلتمية مش فاهمين حاجة فهم الجزئية دي محتاج أن تكون فاهم السبوان الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي هحتاجه في المحاضرة الجاية وأنا بتكلم عن الجزئية اليوم اللي تسائل عليها حوالي أربع أسئلة الـ Differential Diagnosis of Hypoxemia وحيطة الأي إي جريدينت أكيد اللي بيخلص المحاضرة ويبص في البيدي أف ويقرها عد عليه حدة الأي إي جريدينت ويزيد الأي إي جريدينت أنا أجلها للمحاضرة الجاية هنشرح الـ Differential Diagnosis of Hypoxemia وين اللي بيكون معها النورمال الأي إي جريدينت وين اللي بيكون معها بإنجريز الأي إي جريدينت المحاضرة الجاية بس في المحاضرة الجاية هنحتاج الجزء اللي أنا هنشرحه دلوقتي إيه قصة إن أنا بشخص الأكيويتر سباتر ديستير سندروم بالـ B2 على الفراكشن أوكشن في الإنسبار دير حاجة ليه علاقة بفيسولوجس طبا الأتموسفيريك الـ Air الـ Atmospheric الـ Atmospheric الـ Atmospheric الـ Air الـ Brushure اللي فيه بيكون حوالي 760 مليمتر مركريل double-to-Fraket الـ Flak الـ Atmospheric الـ Atmospheric الـ Atmospheric الـ Atmospheric الـ Atmospheric و الـ Flak الـ Flak الـ؟ الــ 21% لو جيت أحسب بقى الـ Partial pressure of oxygen اللي بوصل للـ Alveoli بعد ما بتنفس أنا برضو أقولك الأول أنا عايز أوصل لك لإيه وبعد كده أشرح لك الـ Ratio دي ترجمتها How much oxygenation الـ Oxygenation بوصلك Of how much oxygen مفيش مشكلة دكتور أيمن هو لسه في مشكلة شباب في حد أي حد عنده مشكلة لسه في الصوت صغير دكتور أيمن خلاص ما فيش مشكلة أكتور أيمن تفضل How much oxygenation of how much oxygen you take مفيش مشكلة أكتور أيمن تفضل من الـ Atmosphoric pressure حوالي 760 مليمتر مركري الـ Partial pressure of oxygen اللي بوصل للـ Alveoli بعد ما بتتنفس الـ Conductive airway لها وظيفة لها فونكشن انها بتعمل الـ Vaporization لـ Air فبتخفف الـ Blood pressure الـ 160 إلى حوالي بوصل للـ Alveoli حوالي 100 مليمتر مركري يعني الـ Partial pressure of oxygen في الـ Alveoli حوالي 100 مليمتر مركري وده برموناري كابيلري مفروض هنا بحصل Gas exchange بحصل Gas exchange بوصل الـ Blood اللي جاي للـ pulmonary arctuary و بعد كده الـ pulmonary cabelaris جاي منين جاي من الـ Right Heart The oxygenated blood الـ Partial pressure of oxygen Partial pressure of oxygen في الدي اكسجينيت بلد يكون حوالي 40 مليمتر ميركري لأن هذا الدي اكسجينيت بلد ومفروض هنا بحصل جاز اكسجينج ننقل اكسجين وكاربون دايوكسايد فاكرين الحاجات اللي كانت بتعتمد عليها الجاز اكسجينج او الجاز ديفيوجن كنت بقولك السوليوباليتي افزا جاز في السيرفز اريا على السيكنس افزا جول هتزود بقى معاهم حاجة المرة دي هو البرشار جريجينت ايه قصة البرشار جريجينت اللي ضفناها المرة دي؟ انه زي كل مرة بقولك انه مفيش حاجة بتحصل في جسمنا بالسحر والشعوسة بناء الديفيوجن افز grown هنا تحصل على إمشار جريجينت aanه البلد اللي جاي ده البارش بريش اف اوكسجين في 40 وانا عندي البارش بريش اف اوكسجين انا بتكلم هنا عن الديفيوجن اوف أكسجين مية فانا عندي بريشاي جريجينت هنا بي وانوا مينوس بيتو اللي هو ستين وهذا البرشير المسؤول أن يحصل الدايب للأكسجن البلط اللي عدي هنا يحصل الدايب لغاية ان يحصل أكسجن بالأكوليبريوم وبقى الـ partial pressure of oxygen عند الـ end of pulmonary capillary يوصل ليبقى 100 في الشخص الـ normal لو جيت احسبله الـ ratio اللي احنا حسبناها دي الـ partial pressure of oxygen اللي احنا شرحناه في الـ normal physiology بتاعي الشخص الـ normal هنقول 100 على الـ fraction of inspired air في الـ fraction of oxygen في الـ inspired air يعني 21 من 100 هتي تحسبها هتطلع بالظبط ربعمية تقريباً ربعمية 76 حتى مصر زبورد عملها 500 مشوش كلا بصياب لها تحسبها بزرعة لطلعها ربعمية 76 ده في الشخص الـ normal ده الـ ratio اللي لو جيت اترجمها لك في الشخص الـ normal هقولك اني انت بحصل لك الـ oxygenation للبلد بتاعك after او after inhalation بـ atmospheric air و fraction of oxygen اللي موجود في الـ air اللي هو 21% الـ ratio بتاعتك الـ ratio بتاعتك 496 مصر زبورد من خلالك 500 الشخص اللي عنده بقى ERDS acute respiratory distress syndrome بحصل عنده يعني المفروض انه قبل اصلا ما نيجي للـ diagnostic test في حاجتين ما شرح نومش عليهم سؤال في الولد ان الـ patient اللي عنده acute respiratory syndrome بقى عنده مشكلتين اول مشكلة ويبقى عنده مشكلة في الـ gas exchange بالسبب انه من ضمن الحاجات اللي التي تشروحها في الـ hypoxemia هنقول انه بعمل VQ mismatch زي ما الـ pulmonary embolism بعمل VQ mismatch مع اختلاف السبب هنا الـ ARDS بحصل VQ mismatch بسبب ان حصل مشكلة في الـ ventilation في الـ pulmonary embolism وانا اقول مشكلة حصل في الـ perfusion بسبب pulmonary embolism لان الـ patient اللي عنده لان الـ patient اللي عنده لان الـ patient اللي عنده ERDS حصل بلودي بلودي حصل كلابس الـ alveoli ففيه بلودي بيجي من خلال بمرة كبالة الـ alveoli وحصل لها كلابس ففيه ويستد برفيوجن بسبب ان فيه كلابسد الـ alveoli ادي اول حاجة ان يبقى فيه مشكلة في الـ gas exchange وبقى امبارد وبقى فيه hypoxia and hypoxemia بسبب VQ mismatch المشكلة هنا في الـ ventilation ولا الـ perfusion مشكلة في الـ ventilation ليه؟ لان حصل كلابسد الـ alveoli بسبب الميكانيزم اللي احنا شرحنا الحاجة التانية ودي اللي تسائل عليها سؤال في الـ word ودي اساس فهم بعض الحاجات اللي احنا شرحها في الـ mechanical ventilation setting بتاعت الـ ERDS انه لو انا سألتك دلوقتي وقلتلك ايه اخبار ايه اخبار الـ alveoli بتاع الشخص اللي عنده ERDS ايه اخبار compliance هتقول لي ان هيقل compliance ليه؟ لانه حصل lossless surfactant وفيه احنا قلنا اصلا يعني ايه compliance انه اقدر ازود volume مع slight increase للـ pressure الشخص ده لانه عنده collapsed all-veoli بسبب loss استرفاً حصل decrease للـ compliance حيث الـ decrease of compliance دي عليها سؤال في الـ word فنيجي بقى للحطة اللي حنا كنا نتكلم عنها في الـ Diagnosis الشخص ده بقى متي تحسب له بالـ ratio دي تشوف how much oxygenation من الـ air اللي هو بياخده لو لقيت الـ ratio دي دي اقل من 300 انت شخص دلوقتي ERDS اقل من 300 mild اقل من 200 moderate اقل من 100 severe ودي بنحسبها ازاي مسترزبورد حسبها مش على مية حسبها على مية وخمسة عشان كنا طلعت 500 مية والـ x-ray خلاص عرفنا انه بقى فيه collapsed alpha light تعالى بقى اقتر حاجة بتسائل في Quotient Bank في الـ ERDS تدور على السبب العمل اللي قدر ان يحصل الـ ERDS من اسباب اللي احنا شرحناها دي وتعالجه تعالج الـ underlying cause بس قبل ما تعالج الـ patient ده او قبل ما ندور على السبب وتعالجه الـ patient ده محتاج يتحط على mechanical ventilator was specific mechanical ventilation setting very very high ودي اقتر حاجة بتسهل على ERDS اولا الـ patient ده during mechanical ventilation محتاج ان انا اخد بالي من حاجة انا لسه قيلها وقلت لك عليها سؤال في الولد وانا بعمل mechanical ventilation setting بتاع الـ patient ده اولا انه قلنا ان الـ alveoli بتاعت الشخص ده stiff أو less compliant alveoli يعني انا ماجي افنتلاتي الـ patient ده وانا في الـ mechanical ventilator انا بقول لي الـ patient انا هعمل لك ventilation من mechanical ventilation setting انا اللي بحطها على حسب حالة الـ patient ان الـ patient اللي عنده ERDS عنده stiff venticle less compliant alveoli انا ما عايز اعمله ventilation انا عندي tidal volume في الـ respiratory rate بديله ventilation او بديله mechanical ventilation setting علشان avoid complication اللي ممكن تنتق بسبب ان انا عندي stiff alveoli less compliant alveoli ان انا بديله low tidal volume ventilation ادي اول حاجة مهمة وغايلة بتسألك واشترا باك طبعا لو سألتك ليه بديله مفضل ان انا ازود الـ respiratory rate في مقابل ان انا اقلل tidal volume هجاوبني بكل سهولة وتقول لي لان عنده less compliant alveoli انا خايف ان انا لو ديت له higher volume less compliant alveoli اللي stiff alveoli يحصل لها يحصل par trauma ليه؟ لان انا لسه ايهلك ما معنى كلمة compliance ان انا اقدر استوع volume مع slight increase للبرشر روح بقى سيادتك ايه بدي زياء increase the volume للpatient اللي عنده ايه RTS ده؟ ايه اخبار البرشر؟ هيزيد البرشر لان stiff alveoli اما يزيد البرشر هنا ايه لا يحصل؟ يحصل رابطش للالveoli واحصل bar trauma واحصل نيوم وصورة وصورة مشهورة في 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 فلازم تراعي الpatient ده انه عنده ستيف less compliant alveoli وده اول معلومة مهمة هييد وعليه اكتر من سؤال في الهو انك تزود في مقابل ان انا هديله بقول عليها Low Tidal Volume Ventilation بيحسبها ازاي بالظبط 6 مليلتر لكل جرام of ideal body weight ليه؟ لانه عنده less compliant alveoli لان انا بقولك في الشرح معلومات في انت عرفت انه معنى كلمة compliance فمعنى كلمة less compliant ان لو وديت بزيادة هيزيد البرشر احصل رابط شرح واحصل بارتروما ادي اول معلومة طيب ثاني معلومة مهمة في mechanical ventilation setting ان انا بعد ما خدت بالي من المشكلة اللي انا خايف منها في ERDS انا عندي مشكلة الشخص ده انا اشترده انا احصل على ميكانكا لانه عنده highboxymia عنده بسبب VQ مسماتش احصله اديكويت اوكسجينيشن اوصل له اديكويت اوكسجينيشن ازاي؟ اول حاجة انا عندي الفراكشن اوكسجين الفيو اوكسجين اعليه شوية فى الميكانكا using the ventilator بس قالك خد بالك انه مش هتقدر تعلي الفراكشن اوكسجين اوكسجين مثلا بدل ما في الاتموسفيرك ائر 21% انا خدد له بس المشكلة اللي اردد اس ده أنه عندما يتم إكتماع إمسان يخزي خاصة outstanding oxygen كلنا عارفين أن مشكلة high concentration of oxygen تحصل بى تضطير exports oxygen toxicity فمعين منزودшие from the fraction of an ночي خاول أن المعضول جيد لتنزور المثال لكن لما soll من أخبرها من الش shines كما أخبرتنا له loose title volume concentration من أكثر معلومات اللي بسهل على الـ ERDS فكاني أكثر معلومة على الميكانيكال البيكيشن سيدنج بسهل في قوس شامبانك إنه أحد الطرق اللي مستخدمه علشان نبروفايد اتكوت اوكسوجينيشن في الـ ERDS هو البيب بوستف اند اكسابيراتوري بريشر إيه البوستف اند اكسابيراتوري بريشر؟ إن أنا عايز عند الشخص ده مع الـ end of expiration أخلي فيه بوستف بريشر في الـ alveoli مع الـ end of expiration قالت ده ده بيديني فايدتين أول حاجة أول حاجة إنه هيبريفنت الـ alveolar collapse لأنني خليت مع الـ end of expiration فيه بوستف بريشر أول حاجة هستفد منها إيبريفنت الـ alveolar collapse during respiratory cycle قال لك لبال حاجة تانية إنه ممكن يعمل بمعنى آخر يعمل بمعنى آخر يعمل إن أنت بتدي بوستف بتدي بوستف بوستف حوالي 15 إلى 20 أو بمعنى آخر الكلام ده من كابلان اللي يخلي اللي يخلي الـ saturation of oxygen ما بين 88 إلى 95 أو بمعنى آخر الـ saturation of oxygen ما يقلش عن 88% في الـ ERDS إزاي البوستف end expiration بعمل كده من خلال تو ميكانيسم إنه يبريفنت الـ alveolar collapse of alveoli إنه خليت فيه بوستف بريشر مع الـ end of expiration فمنعت الـ alveolar collapse الحاجة التانية إنه بيساعد على قد ما يقدر إنه يعمل الـ recruitment الـ re-opening للـ re-collapsed alveoli فيـ counter-reactive mechanism of ERDS وديه تاني معلومة بالسألة في الـ Quotient Bank مستر ديبورد قال لك كده معلومة في النص مش هشوف عليه السألة في الـ Quotient Bank قال لك إنه الاسترويد not beneficial في الـ ERDS هو تعالج السبب وتسابورت الـ patient على mechanical venturator والspecial setting اللي احنا كلمنا عنهم دول وأهم حاجتين من الـ Quotient Bank لـ low tidal volume ventilation أدي أول معلومة الحاجة التانية لـ Most of end expiratory عندي بقى سؤالين تانيين موجودين جاب لك case of ERDS بعد ما تشخاصه حطينه على mechanical ventilation برأ يكلمك عن complication of mechanical ventilator أي patient من شرط ERDS محطوط على mechanical ventilator عنده رزق أن يحصل الـ Alveolar Damage أن يحصل اليوم سوركس وأن يحصل Hypotension وحطة الـ Hypotension في patient محطوط على mechanical ventilator ممكن تيجي الكسب طريقتين مختلفين أولاً الـ Alveolar Damage قال لك الـ Alveolar Damage لو patient حطه على mechanical ventilator ليه؟ أكيد فيه underlying lung disease خليتك تحطه على مثلاً mechanical ventilator وقال لك الـ patient was underlying lung disease مثل ERDS مثل نيمونيا مثل obstructive airway disease دول أكتر patient معارضين إلى barotrauma مع زيادة pressure في الـ Alveoli وحصل الـ Alveoli وحصل barotrauma لأنه compromised lung tissue وحصل underlying lung disease يحصل Alveolar Damage و barotrauma عندما يحصل Alveolar Rapture يحصل barotrauma هذا يؤدي أن يحصل الـ Homosorex أنه بعد الوقت يوصل للـ Plural Cavity وبدأ يعمل compression على الـ Mediosteinam أما يعمل compression على الـ Mediosteinam وبقى البلورة دي بقى فيه postive pressure ده ممكن يعمل hypotension hypotension وشوك أحد أو أحد complication of يعمل hypotension أنه يحصل deumosorex postive pressure يضغط هنا على systemic veins ويcompromise يعمل compression mediosteinam ويعمل right ventricular ويحصل hypotension وتachycardia وبسبب الـ Neumosorex والـ Air في Plural Cavity و المصرف انتراثي الكيس الثاني التي سألت في الولد هو مشارط أن يحصل barotrauma عشان يحصل hypotension وهو ضغط الكيس المفروض مفروض Juli لأن مفروض بيشنت المفروض 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 عن المفروض أصدق المفروض على hyperventilation المفروض المفروض ما معنى كلمة Posted Pressure Ventilation ان الرسمة اللي قدت برسمهلك كتير في الكارديو ان هنا في الميكانيكالفتليشن ده Posted Pressure Ventilation فيه High Pressure يقوم برسمة على السيستيميك فينز يعمل كومبرشن على السيستيميك فينز ويامبير الرئيس فينز قالك مش ده بس اللي بيقلل البرشر في الميكانيكالفتليشن ده انت كمان بتديله سيداتيفز قبل ما تتيبه والسيداتيفز بتعمل لكسيشن للسموس مصل في الفينز وتعمل بولينج للبلد في السيستيميك فينز فتقلل البرشر اكتر واكتر فلازم تكون عامل حسابك ان اي بيشنت هت تيبه تحطه على ميكانك الفينتوليتر تشوف اخبار بلد بشر ايه؟ لان البيشنت اللي عنده High Potential مثلاً High Volume Shock وانت كمان وانت لازم هيحتاج لو مضطر ان انت تحطه على ميكانك الفينتوليتر لازم تصبورت بلد بشر وعلى حساب بقى سبب إيه بالزبط لازم تصبورت بلد بشر قبل ما تحطه على ميكانك الفينتوليتر لان البلد بشر يحصل له ديكريز مع البروشر من تبات البرشر مجبوط في الانترا بلورال كافتي ب chilli مثل بشوري في هذا البط Spaß ولذلك كم كمبيرشن على السيستامج فينز ويقلل رائد في لتكاف exam بهالبد ان تصبورت من قبل ما تتけてبت رأيه ما يتم تباته عندun يوضس تسايل الموت وهذا تent Mantel وتعمل بولينج بلد بلد في السيستامج فينز ويتقالل برشر اقدر ممكن بيشنت عنده هايبوفلين وشوك وتحطه على بيكانك الفيديويترو من غير ما تتعمل صبورت البلد بريشر تدخله في شوك وحصل صدن كارجيك ديس بسبب ان انت معملت صبورت البلد بريشر دي تاني كيس موجودة في اليورد الموضوع اللي بعد كده سرومبو أمبلك ديزيز لغاية دلوقتي كله تمام